النهاردة هنتكلم عن الحب كفاية مشاكل وكفاية حتة غمقه مش عارفين نوصلها لحلول النهاردة هنتكلم عن حاجة حلوة سر من أسرار السعادة في حياتنا الحب بس هل سألت نفسك أنت بتعرف تحب سؤال غريب صح؟ بس معظم المشاكل اللي بتجلنا ومعظم المشاكل اللي في الحياة كلها بسبب الحب الحزن والاكتئاب بسبب الحب الهجر والتعلق وكل المشاكل النفسية اللي بنعاني منها هتلاقوا في الآخر سببها الحب في حد بيعرف يحب وفي حد ما بيعرفش يحب وفي حد بيحب بس ما بيعرفش يعبر عن مشاعره للي بيحبه في الآخر بيخسره انتوا عارفين يعني بما ان احنا بنتكلم عن الحب هقولكوا ليه عملوا عيد الحب في شهر نوفمبر بما ان احنا في شهر نوفمبر فبنحتفل في الشهر ده بعيد الحب المصري اللي بيكون 4 نوفمبر ده يرجع للكاتب مين بقى مصطفى أمين مصطفى أمين كان مرة ماشي في السيدة زينة ولقى جنازة قدامه فبيبص على الجنازة لقى ثلاثة أربعة ماشيين في الجنازة فاستغرب قال لك غريبة قوي جنازة فاضية كده ليه الراجل ما يدعمل إيه في حياته وبعد كده رح سأل قال لهم ليه جنازة الراجل ده فاضية قالوا للرجل ده لا كان بيحب حد ولا حد بيحبه عشان كده الجنازة فاضية فجات له الفكرة إزاي إزاي يعني إزاي واحد يمكن غير ما حد حتى يمشي في جنازه فجات له فكرة عيد الحب اللي بنحتفل بيها أربعة نوفمبر في شهر نوفمبر دي كانت أصل عيد الحب المصري بما أني أنا بقى في شهر نوفمبر فعايزين نتكلم عن الحب شوية وعايزين كمان نفهم يعني إيه حب مش حب يعني خلاص أنا بحب وخلاص بحب وخلاص لأ لازم نعرف نحب إزاي لازم نعرف نحب مين ولازم نعرف لما بنحب إزاي نحافظ على الحب ده يا ما ناس ارتبطت ومعرفتش تكمل ويا ما قصص حب أفلاطونية يعني يا ما قصص حب تبقى مرعبة هم حربوا الدنيا كلها وحربوا الأهل وحربوا الصحاب وحربوا وبأول ما تجوزوا ما فيه السنة وصابوا بعد هو زي بعد قصة الحب الفضيعة دي صابوا بعد في الآخر لأنه معرفوش يحافظوا على الحب ده معرفوش يفهموا إن الحب ده لازم له رعاية لازم له عارفين كده إيه زي كتالوج كده للحب إزاي أحافظ على حب ده وهو كمان إزاي يحبني صح أحب صح إزاي أحافظ على حب إزاي ويعني يا حب إحنا بنعرف نحب ولا ما بنعرفش